يا بنات أنا عارفة أنها عشق الجماهير لكن اللي ما بغاش يتفهم لي هو علاش كتضيف البيض لوصفة الريشبوند فالبيض ما عنده حتى شي علاقة بنجاح هاد الوصفة ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم الوصفة المعتمدة عندي اللي هي بدون بايد وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تغيروا الوصفة ديالكم بهاد الوصفة المهم أخواتيح كذلك ما ننساش أنني غادي نبرتاج معكم الازاستيوس اللي كنت كان خدم بيهم باش يوفروا لي المجهود والوقت وان شاء الله تنال استحسانكم فما تبخلوش عليها بلايكاتكم والبرتاج وتعليقاتكم زوينة ونمروا على بركات الله باش نشوفوا المقادير المضبوطة فهنايا في هاد الفيديو غادي نخدم معكم هاد الحلوة ديالريشبوند بالزبدة سبيسيال ولا الزبدة الحيوانية وباللاتي في الليل مع العشرة ونص ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو بالزبدة النباتية فهنايا غادي نخدم ان شاء الله بمئتين وخمسين جرام ولا ربعة زبدة حيوانية نصف كأس نتعلى عن بنتع الزيت النباتية ما يعادل ستين ميلي لتر عندي شوية نواد كوكو شوية سميدة رقيقة ولكن غادي نفسر لكم علاج عندي رشة ملح كذلك ما ننسوش سكر سقيل اللي غادي نضيفه هاد العجينة سكر سقيل عندي مئة جرام ولا كاس اللاروبع انتع لعنبه فسعة الكاس عندي هي ميا وستين ميلي لتر اكيد غادي نضيفه الفانيلا والبيكين باودر والدقيقة اكيد وكل شي غادي يكون بالمقادير المضبوطة فاول حاجة غادي ناخد واحد البون وعندي هنيا الزبدة بدرجة حرارات المطبخ انا كان نخدم ديما بزبدة سنترال هي اللي كتريحني في الخدمة المهم الجو اصلا راح سخون فغادي تدوب لكم بسرعة بسرعة غادي ما تحطوهاش في الثلاجة وبيدي وتخدمو فيها المهم هنيا عندي كذلك كاس اللاروبع انتع سكر سقيل ورشة ملح بالنسبة للاخوات اللي غادي يقولولي واش ممكن استعملو سكر سانيدة ممكن جدا غيو شنو هي غادي تعمروا الكاس بسكر سانيدة فاني عندي واحد الفانيلا عندي الزوج ملاعق كبيرة انتع جوز الهند ولا نواة كوكو كيعطينا واحد اللي الدازوين اي جيل حلوة انتعنا هكام نسمة بها وما ننساش ديك المعلقة الكبيرة انتع سميدة رقيقة سميدة رقيقة هي اللي كنخدمو بها الحرشة وكنخدمو بها البسبوسة المهم هاد سميدة رقيقة الدور ديالها وشنو هو الدور ديالها انها تخلي لنا الحلوة فيها واحد القرمشة هكا زوينة وكذلك غادي تجينا هشيشة يعني فيها القرمشة وكذلك هشيشة ما غاديش تجي مخية المهم بالنسبة للبيكن باودر انا كتشوفوني درتغين نصف ساشي ما يعادل ثلاثة ولا اربعة غرام هاتش اللي كاين البنات المهم غادي نحاول انني نخدم ديك الزبدة مع السكر مع جميع المقونات اللي ضفتها هكا نحاولو نخدموها مزيان مزيان بالاصبوع غادي نرجعوها على شكل بوماد باش ننضيفو لها المقونات اللي باقية فانتمنى اخواتي انكو ما تبخلوش عليها بلايكاتكم وهنايا كنت كان نخدم وانا نشوف دك روح البرتقال فاضفت هكا واحد وش ننقول لكم نصف ملعقة صغيرة انتا روح البرتقال ولا نكهان تعل حامض ولا البرتقال كنت جيزوي نهاكا في الريشبوند وكنت ديجا بارتاجيت معاكم واحد الحلوة بارتاجيتها معاكم الصباح يعني شي حاجة روعة روعة وكنت خدمتها بنكهة البرتقال جات شي حاجة خطيرة يا بنات نتمنى انكم تشوفوها وما ننسوش عن اني ضفت دابة واحد نصف كاس ديزيت النباتية ما يعادل ستين ميليليتر فانحاولو اننا دائما نخدمو مزيان ديك العجينة في الاول باش ننضمنو نجاح الوصفة وكذلك المكونات كلها تمتازج هكا ونمشيو للدقيق فانا الدقيقة عندي 500 جرام هي اللي دخلات لي نيشان واقفة في هاد الوصفة شي مرات كتدخلي 500 جرام وواحد المعلقة كبيرة يعني 550 جرام هكا وشي مرات كتدخلي اقل من 500 جرام بواحد المعلقة كبيرة داك شي اكيد على حسب الزبدة وعلى حسب درجة الحرارة اللي تكون في المطبخ ونوعيات الدقيق فكتشوفوا انني كنوريكم ديك اللقطة فكنقول لكم انه العجينة نهائيا تعل الحلويات ما تدلكش حاولوا انكم تديروا ديك طريقة تعل المقص غيها كيعني بصبعكم باش تجمعوا العجينة بدون دلك فكتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير واكيد بالنسبة المبتدئات الدقيق ما تضيفوهش دفعة واحدة اضيفوها على ثلاث دفعات باش هكا تكونوا متأكدين من القوام ديالها فالعجينة ما خصهاش تكون قاسحة وما خصهاش تكون مطلوقة المهم غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير ما تكونش تلتصق وجينها هكا زوينة فغادي نمشيوا مباشرة ما نخليوها شترتاح نمشيوا مباشرة اننا نقوروها هادي الطريقات التقليدية العادية يعني كتقبض هاكا شوية دلوقت تحاولوا انكم تقوروها هاي اللي بغيتوا تقورو لكن انا غادي نوريكم طريقتي في الخدمة هاكا كان نخدمها بهالطريقة كنقبض العجينة نحاول انني نحرب لها هاكا طبعا إلا كنت بغي ندير القويرات قبار غادي نحرب لها شوية غليظة وإلا كنت بغي نديرهم صغار كيف دابا غادي نحاول نحرب لها أرقيقة ونحاول نقطحها هاكا غادي تجينها متساوية غادي ندير فيها عشرة غرام هذا هو القياس متع عشرة غرام وغادي تكون هاكا متساوية وغادي تشوفوا انكو غادي تقتاصدوا في الوقت بهالطريقة فحاولوا قاعد الحلوة واللدوزتين اللي كانت تقور ديروا لها ها الطريقة مهم أخواتي أكيد من بعد ما قورتها دفعتها للفران سخون النار متوسطة طابة عادي طياب عادي وجيت اللي هنا صافي من بعد ما بردت تماما نأكد عليها أنه الحلوة لازم تبرد تماما كتشوفوا قدامي هنا يا شوية دناباج وشوية دلمربا انتعلميش ميش ولا البرتقال يكون هاكا جاري إلا ما كانش عندكم أنا هنا عندي صنع منزلي إلا ما كانش عندكم تماما ممكن تشيريوه من الأسواق فهذا هو الشكل انتع الحلوة بعد ما طابت لنا فأنا هنا يا دير زوج للأنواع دير النوع انتع الزبدة النباتية والنوع انتع الزبدة الحيوانية فكيف ما قلت لكم داك الفيديو انتع الزبدة النباتية غادي نحطوه لكم عند العشرة ونص مساء إن شاء الله غادي نال إعجابكم وغادي نقام لكم أرخص بكثير من هادي النوع المهم هنا كنحاول أنني نعزل لأن واحد درت فيها 20 غرام في الحبة واحد درت فيها 10 غرام المهم أخواتي كتشوفوا أنه عندي المربا لي هكا كيكون جاري شوية فأنا أخديت واحد البول وخويت شوية نتع المربا وكذلك النباش فالنباش شي حاجة خطيرة خطيرة يعطينا واحد البنة ما تصورو هاش يا بنات نتمنى أنكم تجربوا حلوة الريش بوند بهاد المزج بين المربا وكذلك بالنباش غادي تسولوني تقولوا للنباش واش سخون أنا يا غيد فيتو وحاولت أنني نضربو هاكا بالفوي باش يجيني هاكا القوام دياله جاري صافي البنات والمربا درتوا بارد ما كان لاش أنكم تسخنوه لأن الحلوة نتع الريش بوند هيش حال ما قعدت عندنا إلا وترتاب فما كان لاش أننا نقتلوها هاكا بديك الحرارة نتع المربا خليوها يعني النهار اللول غادي تخدموها غادي تجمعوها ومبعديها غادي ترتاب بوحدها يوم على يوم غادي ترتاب فهنا يا هاد الاستيوس أنا ديما ما كان نخدمش الريش بوند يعني بطريقة العادية كا نحاول أنني ندير داك نواد كوكو هاكا في واحد صاشي مباشرة غادي نبقى نهز من داك التبصيل ونحطها كا في الصاشي باش كل شي تغلف لي بدك نواد كوكو المهم هنا اللقطة تعادت ماشي مشكل فاكاي الناس اللي يبغيوها كاي يخدموها في التبصيل كيما درت في اللول لكن أنا شخصيا كان بغي هاد الخدمان تاع الصاشي هاكا بلاستيكي وكا تسهل علي الخدمة وما نجبتش حتى المعن يعني بززاف فبهالطريقة المهم شوفوا البنات أنا تحدف لي من جيت ندير المونتاج دابا تحدف لي ذاك المقطع اللي كنت كنلاقي فيه وحدة مع وحدة فاضطريت أنه نوض تاني في الليل وأنني نصور معكم هاد اللقطة فكتشوفوا يعني كنوريكم أنه مين كانت في المربى خديت وحدة مع وحدة وللسقتها مع بعضياتها غي بيدو وحدة ومبعديها درت هاد الحركة وغادي تغلف لي كلها بدك نواد كوكو ما غاديش تنحل نهائيا لأنني حركتها غي بشوية وكذلك أنني غلقت على الصاشي هاكا اللي تلوش المجال أنه يتحلو في الوسط نتاعه المهم غادي تلاحظو معايا بحل هاكا ندير هاكا ونقبض كتشوفوا أنني بحل اللي ما خليت لهاش المجال ولا الفراغ هاكا فين يبقى وهاكا يلعبوا صافة هادي هي الطريقة باش تمشي وعليها وإن شاء الله باللتي في الليل عند العاشرة والنصف مساء غادي تشوفوا معايا الفيديو والاستوس التانية اللي خدمت بها الرشبون المهم هاكا نوريكم التبصيل كنقول لكم أنه ما تبقى ليش من ذاك الخليط نتاع المربى وكذلك النطاج يعني غادي تحاولوا تخويو هاكا ما تعوموهاش ولا ما تغطسوهاش كاملة باش تقتصدوع اللقوام ديالكم المهم هذا ما كان وكان هادي هي الكمية المحصل عليها بدوك المقادير اللي بارتاجيتهم معاكم كتجي خطيرة بمعنى الكلمة فانتمنى أنكو تجربوها بهذا المقادير باش تقدروا تحكموا عليها وراه ماشي غريب أنكو تخدموا الريشبون بدون بيض البيض أولا غلى وتانيا رهى الوصفة هاكا كتجي خطيرة أحسن بكثير من نتيجان تع الوصفة اللي فيها البيض فانتمنى أنكم تجربوها فعلا وأنكم تحمتوني وتجربوها وتعطيوني رأيكم فيها فانسنكم ترضو عليها في تعليق أي أخت جربتها ما تنساش ترضو عليها باش هاكا تأخوات خرا يزعمو ويجربوها فهذا الريشبوند اللي وريت لكم دابا هو اللي غادي نبارتاجه معاكم بالليل في الفيديو انتاع العاشرة والنصف مساء بالزبدة النباتية وغادي تخرج لنا هاد الكمية كتجي خطيرة كذلك هذا مكان أخواتي فانتمنى أنكم ما تبخلوش عليها بلايكاتكم إلا عجبكم الفيديو طبعا وكذلك تبارتاجه مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة ومنساوش تعليقات الزوينين لكي يعطوني واحد طاقة إيجابية وكان حماقة لكم هذه هي خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته